كما بوتين دخل الحرب كان يعتقد أنه من الممكن أن ينهيها بحرب خاطفة نشوف تطور الحرب زي ما اللوحة الأولى اللي هي موجودة عندنا بتقول إيه تطور هذه الحرب هو توقع أن هي ممكن تكون حرب خاطفة الحرب الخاطفة تعرفها أن هي عمليات عسكرية فيها سيادة لقوة متغلبة من ناحية العتاد والعديد تستطيع أن تحسم الحرب في عدة أيام وتحقق الهدف الاستراتيجي من القتال لعدم القدرة على تحقيق النتيجة من الحرب الخاطفة بسببين السبب الأول هو رفض الرئيس الأوكراني المخرج الآمن الذي عرد عليه بعد 48 ساعة وقيامه بجهد شعبوي في تعبئة الروح الوطنية الأوكرانية أنه أكبر العالم على أنه يبدأ في مساندته النقطة الثانية هي المقاومة التي أبداها الشعب الأوكراني في الدفاع عن أرضه لما فشلت فكرة الحرب الخاطفة أو أصبح ذلك ليس بالمستطاع على مصرح العمليات تحولت إلى حرب مدن وحرب المدن تقوم روسيا هي شطرة جدا فيها والتي تجارب فيها تقوم الأول بعمليات ضرب مكسف قوي في تهديد لكل الأماكن التحكم في البناء الأساسية في البناء الأساسية ويأزل المدينة ويقوم الأول بالعزل ثم الحصار ثم تبدأ عدة مناطق تنعزل عن بعضها البعض ويسيطر على ما يسمى command and control هو مراكز القيادة والسيطرة يضرب المطارات الأساسية 86 مطار الموجودين 5000 هدف حتى الآن يضع مأساة ضغطة على النظام نفسه فإحنا عندنا دلوقتي حوالي 4 مليون لاجئ و 2.5 مليون نازح و 500 ألف أوكراني قاعدين في بيوتهم لا يبارحون الاحتمالين اللي هما ينتجوا على أنه عدم نجاح حرب الخاطفة أو حرب الاستنزاف أنه عندنا احتمالين أنها أسف من حرب خاطفة أو حرب مدن أنها تتحول لحرب استنزاف طويلة ممكن تاخد وقت وده طبعا قمة المبتغى عند الأمريكان والغرب اللي أنزف بقى على طول بليدنج يعني افضل أنزف من اقتصادك حتى يتم إرهاق روسيا فبالتالي الظراع الأساسي للأملاق الصيني يصبح في خطر كبير ويصبح في وضع اقتصادي تتحمل الصين محاولة إعادة تأهيله فهذا يستنزف الصين النقطة الثانية أنه من الممكن إذا انفلت لأن دايما العمليات العسكرية في مثل هذه الأمور خاصة في قيادة مثل بوتين وفي ارتباك وغموض لدى الغرب أنه ممكن تتحول لحرب إقليمية تتوسع أوروبية تتوسع فتتدحرج كرة السلج أو كرة النار ولا يصبح إمكانية أن نحن نسيطر عليها طب ده يودينا لإيه الاحتمالات إحنا النهاردة في اليوم التسعتاشر لو بكرة الصبح إيه اللي ممكن يحصل ممكن أن يحدث انكسار لكييف وإذا انكسرت كييف والعاصمة سقوط العاصمة ما يحدث دحول الاستراتيجي أو أنه يدرك كل طرف أنه غير قادر على التغلب الكامل على الآخر ولا يقبل الهزيمة الكاملة فيحاول أنه من خلال الوضع اللي موجود على مصرح العمليات أن يدخل فيه مفاوضات وهذه فكرة القمة بين موسكو وكييف ترجمة نانسي قنقر